مرحبا بكم معي في قناتي فاتي فليفر الى كانت هذه اول مرة تشاهدوا القناة المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اليوم سنقدم لكم قشور ليمون معسلين وكذلك شلطة خفيفة الليمون سنحتاج ان شاء الله ليمون يعني على حسب المتوفر ثم السقار وكذلك الماء اول حاجة سنأخذ القشور ليمون ونحاول ان نحاول ان نحيد هذه القشور البيضة اللي كتكون في القشور كي كتشوفوا معي في الفيديو نأخذ القشور ليمون وكذلك نقطعهم بالطول كذلك كتشوفوا كذلك نديروا الكمية الكاملة اللي عندنا دي الليمون دياننا ثم نديروا في كسرونة نديروا فيها المغليان وكذلك نلوحوا في هذه القشورة دي الليمون ونخليهم يطبخوا واحدة تقريبا خمسة عشر دقيقة كنصفوهم نديروا فيها المغليان وكذلك نديروا فيها المغليان وكذلك نديروا فيها المغليان وكذلك نلوحوا فيها القشورة الليمون اللي كنا طبخنا في اللول ونخليهم عودة تقريبا خمسة عشر دقيقة وطبعا على عافية متوسطة بعد ما اغللنا القشور دي الليمون المرة الثانية نشدوهم ونصفوهم ونعبرو القشورة الليمون دياننا بحيث اننا نأخذ نفس الكمية القشورة الليمون خاصة تكون تساوي نفس الكمية دي السكار كي تشوفون هنا عندي هنا القشورة الليمون من اللي عبرتهم فيهم خمسة وتسعين جرام فقد نأخذ السكار غاد نعبر على ثانية تهوة خاصة تكون فيه خمسة وتسعين جرام يعني خاصة تكون الكمية متساوية اذا هنا اياه كنناخذ الكمية اللي عدنا ديال القشورة الليمون وكنزيدو لها نفس الكمية ديال السكار صافي نخلطوها وكندرو على ثانية نفس العملية كنناخذ كاسونا اللي درنا فيها المطايب وكنزيدو لها دك قشورة الليمون مع السكار وطبعا بالنسبة المل كنديرو ره المخس يكون غير كي غطينا للقشورة الليمون ك rencontر نافbla وطبعا نهايةiter اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وإلى لقاء قريب بحول الله والسلام عليكم